تنصيب المجالس البلدية المقبلة سيتزامن مع تغيير جذر في القوانين المسيرة لهذه المؤسسة ومنحها صلاحية أكبر وهو الأمر الذي من شأنه إعادة التوازن للعلاقة بين المواطن الغارق في مشاكل يومية وبلديات لا تملك من الإمكانيات الكثير لتغيير الواقع تحميل المسؤولية لهذه المجالس من حيث اللجان المكلفة بتوزيع سوء السكن أو تحويلات الاجتماعية لماذا؟ لاعتبار أنها وليدة المستمع وهي الأقرب من الهموم المواطن توظيف حيث يمنح للرئيس البلدية هذه الصلاحية حتى لا يبقى رهين المناصب المالية التي تأتي بصورة مركزية وربما لا تستجيب لحاجيته إصلاحة ستدفع بالبلديات بعيدا عن ضغط مختلف هيكل الإدارة كالولاية والدائرة خاصة وأنها منتخبة من طرف المواطن يجب التخفيف من تأثير الوصاية ورفعها في كثير من الحالات لكي يصبح رؤساء ضوائر فقط يطالعون بذور الوسيط الإداري وليس السلطة المهيمة وبالتالي فهذه المجالس تجد نفسها أكثر حرية في العمل البلدية لا تتشابه من حيث مشكلاتها وبالتالي فمركزية القرار تجعل الحلول غير كفيلة بحل المشكلات في كل البلديات وبالتالي احترام خصوصية كل بلدية وتسجيل المشاريع والابتعاد عن التعميم في رصد البرامج هذا كذلك مشكل كان يعيشه الكثير من البلديات صلاحية ستكون أوسعة من خلال مراجعة للقوانين المؤطرة للجماعات المحلية وهو ما يعني مسؤولية أكبر وسقوط أكبر الأعذار للتكفل بمشاكل المواطن